احتفلت بنات سيدة الأوجاع خلال قداس إلهي باليوبيل الستيني على إبراز النذور الأولى للأخت ماري أوديل في بيت سيدة الأوجاع في القدس وهو بيت استقبل على مدار أكثر من ستين عاما المسنين الذين يحتاجون للرعاية الفائقة ترأس القداس الإلهي غبطة البطريارك ميشيل صباح بمعاونة كهنة البطرياركية اللاتينية ورئيس دير اللطرون وحضور جماعات رهبانية أخرى وعدد من العائلات والأصدقاء والمؤمنين وخلال الاحتفال قامت الأخت ماري أوديل وهي من أصول لبنانية بتجديد نذورها الرهبانية بعد ستين عاما على إبراز نذورها الأولى وفي خطاب ألقاه مدير بيت سيدة الأوجاع السيد جان فرانسو أثناء على إخلاص الأخت أوديل وثقتها بالعناية الإلهية مذكرا بخصالها الروحية وتوتعها بروح الفكاهة والمرح